اشتركوا في القناة المواطنين لقدرتهم الشرائية تحت شعار رفض الهركات يسرقون اللبنانيين لفد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزر أبي خليل خلال مؤتمر صحفي حول سيد بسري إلى أن محاولات التخريب وضرب المصالح الحيوية للناس الذين نمثلهم تشتد وتيرتها وخرجت عن كل منطق علمي أو قانوني أو أخلاقي لدى سياسيين وناشطين وخبراء وقال اشتكوا إلى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التطقيق لأشهر على مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتطقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوة واستمرينا بالمشروع أنجز نحو 60% من الأشغال وحصلت استملاكات ب155 مليون دولار أمريكي وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها هذا هو الفساد وهدر المال العام وتابع معتبرا أن هناك وصول برلمانية هناك قوانين صوتتم عليها في 2015 أقرت هذا المشروع وهذا القرد هناك حلقات نقاش مع الخبراء والجمعيات أجريت في نيسان 2019 في مجلس النواب بلجنة الطاقة والأشغال وسأل هل غيرتم رأيكم أو تغيرت المصالح قدموا اقتراع قانون بدل العرضات هذا هو عمل النواب أكد وزير الطاقة والمياه ريمو غجار أن الفيول موجود وقال هناك تحسن ملحوظ بالتغذية الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية داهمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالأمس مستودع فريحة فود كومباني بمؤذرة المدرية العامة للجمارك وبحضور رئيس قسم الصحة في وزارة الصحة العامة وبعد الكشف على المعمل تم تصطير محضر ضبط وختم المستودع بالشمال الأحمر حيث تبين أن الدجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك وتنبعث منه رائحة كريهة كما تبين أن الدجاج استعمل لصناعة الناجاتس والإسكالوب وسواها من مصنعات الدجاج عبر تفريزه وطحنه وإضافة مواد أخرى عليه ومن ثم يوزع العدد من المتاجر ونقاط البعي وعلى هذا الإثر اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة روو النعمة قرارا يقضي بمنع التداول في الأسواق اللبنانية بمختلف السلع من فئة مصنعات الدجاج كالناجاتس والإسكالوب من المركات التالية شومان، لبول، كاري وذلك بعد أن ثبت استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في تصنيعها كما طلب من كفة نقاط البيع بسحب تلك المنتجات فورا من الأسواق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتلافها حيث تكلف مديرية حماية المستهلك بمراقبة تطبيق هذا القرار هذا وباشرت الوزارة عملية الإشراف على سحب المنتجات من مختلف نقاط البيع الرئيسية أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن مشروع القانون المرسل إلى مجلس الوزراء يتضمن الإعفاء أولا عن عام 2020 للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام 2019 وعن العام 2021 للذين سددوا رسوم السير عن العام 2020 وكان فهمي قد أعلن أنه رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء كافة المركبات والأليات من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة لعرضه على مجلس الوزراء على أن يحال إلى مجلس النواب لإقراره نهاية الموجس إلى اللقاء